أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة معربا عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية وهو ما ثمنه الرئيس السيسي وتناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقتع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنقاذ المساعدات أو إنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسارحا للدولتين بما يفدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوق المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ترجمة نانسي قنقر